تطور طبي من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في مواجهة أحد أكثر الأمراض شرسة وأكثرها فتكا بين البشرية علماء في الولايات المتحدة يعملون على اختبار للدم بإمكانه أن يكشف عن خمسين نوعا من السرطان البحث أظهر نتائج واعدة في مراحله الأولى حسب وصف القائمين عليها مصدر قريب من التجارب قال إن علماء في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك أجروا بحثا على اختبار دم أطلق عليه اسم غالري ويستخدم الاختبار مسحة واحدة للبحث عن إشارة تصدر عن العديد من أنواع السرطان بما في ذلك تلك التي تصيب الثديين والرئتين والكليتين ووجد العلماء أن الاختبار نجح في اكتشاف خمسة وثلاثين حالة إصابة بالسرطان لكن الأمور لم تمضي على نهاية سعيدة تماما فقد تم تشخيص سبعة وخمسين شخصا آخرين بشكل خاطئ ولكن هذا لا يمنع أن الاختبار الجديد يحمل وعودا كبيرة في اكتشاف أنواع من السرطان لا يتم اكتشافها حاليا إلا في المراحل المتأخرة من الإصابة الإعلان عن نتائج البحث جاء بعد يوم واحد من كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لخفض الوفيات الناتجة عن السرطان في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2024 وقال بايدن إنه يأمل القيام بذلك من خلال تخصيص ملايين الدولارات لتطوير اختبارات الدم الخاصة بالكشف عن السرطان